ربما أيضاً هذه سوقنا للحديث عن قيمة جديدة أو قيمة مهمة من قيم مدير الجودة وأنا أعتقد أنها قيمة الاحترام احترام الآخرين أخي مصطفى أخي سليمان أنا عندما أكون مدير للجودة هذا يعني باختصار أنني سأتابع آداءكم هذه المتابعة أو تخويلي بأنني أتابع هذه الأعمال قد يعطي نوع على الأقل ولو اعتباري لارتفاع أو بدعني أقول السلطوية إن صح التعبير يعني في الأخير عندما يأتي شخص يقول ترى أنا سأتابعك فأنت تلقائياً ترى أن هذا الشخص داخل الهرم الوظيفي ربما يعلوك قد لا يكون كذلك فعلياً هو فعلياً جاي يؤدي دور وأنت أدي دور والقضية ليست رئيسه مرغوص وفوق وتحت لكن هذا الشعور الداخلي فأحياناً أنت تطلب أوراقك كمدير جودة تطلب الأوراق والمارسات قد يكون نوع من التجاوز على الآخرين حين تجد خطأ حين تجد معلومات قد هذا يدعوك لشخصة المواقف لتضخيب الأخطاء للتعدي على الآخرين وبالمقابل نحتاج إلى الممارسات العملية التي تدل على الاحترام يعني أذكر أنه كنا تحت الهوى نتحدث عن قضية أنه بعض الإخوة كان يشارك ويقول عن بعض الممارسات العملية لمدير الجودة الابتسامة يعني أنت عندما تكون شخص مبتسم حتى في طلب الأمر يعني أقف معك وأطلب بعض المستلدات والأعمال حتى لما وجدت خلل معين في تطبيق مؤشر أو عدم تطبيقي بالطريقة التي كتبت أصلا فوجود الابتسامة والعبارة الجميلة والعبارة المحفزة هذا احترام للآخرين يعني لا يمكن أن نتجاوز قيمة الاحترام لمدير الجودة عندما يريد أن يتعامل بقيم مدير الجودة ترجمة نانسي قنقر